اشتركوا في القناة 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 فهذا احد الاشياء اللي ممكن ما تعجب الناس فيها لان اسلوب ضربها شوي بطيء جولييت وغير ان اصلا الضربات الفعالة هو المنشار الشي الحليو فيها اللي موجودة في ديفل مايك راي و بايونيتا ان اذا اعداء غرب انهم يموتون وقتلت ثلاثة بضربة واحدة يعطونك بونس هذي جدا جدا جميلة بصراحة انا اشوفها وهذا واحدة من الاشياء اللي مميز فيها اللعبة ولي خلتني يعني شوي اكمل بعض احيان ابي يعني قعد احاول ان اضعف اللي قدامي بدرجة ان اقتل مجموعة بضربة واحدة تجيك باسلوب حلو الشي اللي الثاني اللي ما عجبني حيل ولي بس موجود في بس مدام انا ذكرنا محاسن اللعبة ما عليش شوي مطلاخ بطانة بس مدام انا ذكرنا احدى محاسن اللعبة خلنشوف محاسن ثانية في لها حركة اسمها تشينسوت داش هذا انها تركض تخيل كيف اقول تخيلها كأنها مودرين سونك انها يركض واي واحد قدامها بيروح ينشات من واجهها تخيل امر زي كذا في بعض السيجمنت في المراحل انها تركض بالمنشار قدامها واي واحد قدام رقعت وجهها بينحش رجلة من المنشار اللي قدامها فهذا ليس سكشنس بصراحة حلوين حيل وقير انها قاعدين يعني يحاولون انها يشكلون في نظام لعبها انها في مرحلة كلها اسلوب ريترو انها تلعب زي الاسبايس انفيرر على انك تتسلق مبنى في موسيقى وغير ان مشكلة بعد مشكلتي مع اللعب ان واجهت كم من غليتش فيها في غليتش ان زومبي مساكها وكنت تحدة رئيس وما شف اللي الرئيس هو بيسوي ضربة انضرب منها الزومبي فسو غليتش ان هي لسة كأنها ممسوكة بين الزومبي والزومبي ممي موجود أصلا فما اقدر حتى يعني ضد مين بقعد اخليها تتعارك معه علشان تنفصل كأنها رزين تيفل اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة محمد منصور الويمي اكا ليو و قلت اللي قلتها لاني خلصت اللعبة لذلك اقدر اقول كل اللي قلتها مع السلامة محمد منصور الويمي حسنا فلا تقول اني محذرتكم اوكي يلا مع السلامة